سلام عليكم اهلا بيكم النهاردة هنعمل صنية مكارونا في الفرن انما تعمها حكاية المكارونا غرقانة في الصلصة مع اللحمة وتشكيلة جبن تعمها هايل جدا هو اصلا طبق تقليدي ايطالي هنعمله بطريقة بسيطة قوي هتعجبكو كلكو ان شاء الله يلا بينا علشان نبدأ اول حاجة هنعملها هي صلصة الطماطم او صاص المارينارة في حلة على نار متوسطة هنزل معلقتين كبار من زيت الزتون او اي زيت بتحبوه وهنضيف عليهم نص بصلايا كبيرة مبشورة وبنقلب البصل لحد لما يدبل ويصفر مش عايدين وياخر لون يعني تقريبا دقيقتين تلاتة كده بعد كده هنزل عليه بتلت فصوص من التوم المهروس وهنقلبهم مع بعض لحد لما ريحة التوم تبان هنزل بمعلاقة كبيرة من صلصة الطماطم وهقلبها كويس قوي على النار علشان تتكرمل وده بيفرق قوي في طعم الصلصة بيشيل منها كده الطعم بتاع الحفز والغير مستحبل لصلصة الطماطم هنزل عليها بلتر وربع من عصير الطماطم المركز انا باستخدم الطماطم البلحة المعلبة اللي تيجي في كانز لان الطماطم الفراشة عندي طعمها مش حلو هنضيف على الطماطم معلقة صغيرة من الزعتر ومن الرحان المجفف وملح وفلفل اسود حسب الرغبة وربع معلقة صغيرة من السكر علشان بس نكسر من حمودة الصلصة هديها تقليبة وهغطي الحلة وهسيبها تغلي على النار لمدة ربع او تلت ساعة او لحد لما الصلصة تتقل كده وتبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ممكن نستخدم ريحان وزعتر طوزة مكان المجفف بس في الحال دي هنضيف شوية مع الصلصة وهي بتغلي وبنخلي كده معلقة في الآخر بنضيفها بعدما الصلصة تجهز عشان طعمهم يبين هنحتاج لنص كيلو من المكارونا اللي اقلام يفضل لو نوع كويس لان ده بيفرق في الصواني اللي في الفرن في ايطاليا بيستعملوا في الطبق التقليدي مكارونا اسمها زيتي باستا بس اي مكارونا لم تنفع هضيف معلقتين كبارة على الميا المغلية لازم نملح الميا كويس جدا ودايما تضيفوا الملح على الميا بعدما تغلي لان ده بيحفظ على الحلل بتاعتنا هضيف المكارونا وهديها تقليبة بس هنسلق المكارونا نص سلقة لان لسه هتكمل تسوية في الفرن مع الصوص اللي هنحطها فيه بعد ما نصفي المكارونا مش هنشطفها علشان النشا اللي عليها بتساعد ان الصوص كده يمتزج ويلزق على المكارونا مدة السلقة على حسب نوعها المهم تبقى لسه جمدة من النص دلوقتي هنجهز اللحمة تحل على نار متوسطة هنزل بنص كيلو من اللحمة ممكن نضيف في الحل لما علقتين زيت الاول بس انا ما بضيفش عشان اقلل يعني شوية دهون هنقلب اللحمة كده لحد لما تنشف هننزل عليها ببصلايا كبيرة مبشورة ونقلب كده ونسيب اللحمة مع البصل تقريبا خمس دقايق لحد لما تلاقوا البصل بقى دبلان وشفف هننزل بفصين من التوم المهروس ونقلب بقى كده ريحة اللحمة كدت جنن هضيف معلقة صغيرة من الملح ونص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود الملح دايما بضيفه في الاخر على العصاج علشان لو ضفته في الاول اللحمة بتكتل اللحمة كده تكرملت وما فيش فيها اي سويل هضيف عليها صص المارينارة وهنقلبهم مع بعض ونسيبهم يغلوا كده شوية على النار يعني يقيمت خمس او ست دقايق لحد لما يختلط النكهات والصلصة تتقل شوية بالشكل اللي انتوا شايفين السمك ده ممتاز مش عايزة سويل اكتر من كده هناخد شوية من الصص ونحطهم في اعرص صينية ده بيخلي المكارونة ما تلزقش انسب مقاس للصينية هو 23 في 33 سنتي او 9 انش في 13 انش في الاخر خالص هنضيف حوالي 10 ورقات من الرحان التازة انا مش متوفر عندي فهستخدم معلقة صغيرة من الرحان الناشف تفرقها كده وبضيفها على صوس اللحمة هنضيف على صوس اللحمة كوباية من الجبنة ريكوتا انا جربت كمان استخدم الكريم تشيز او الجبن الكريمي بيبقى طعمه برضو جميل قوي هو الجبنة ريكوتا هي التقليدي او الاساسي في الطبق الايطالي لكن تقدروا تستخدموا اي جبن كريمي متوفر عندكم الميكس ما بين الطعم الكريمي للجبنة والصلصة واللحمة حاجة رهيبة هنضيف عليهم الماكارونة ونقلبهم كويس قوي مع بعض بعد ما نخلطهم كويس هناخد نص مقدار الماكارونة ونفرده في الصينية بتاعتنا بعد ما فردناها هنضيف على الوش ميكس من الجبن هنستخدم كده طبقة كريمة من الجبن الموزاريلا ومع الجبن الموزاريلا هنضيف كمان جبن برميزان ممكن نستخدم الجبن الرومي او اي ميكس جبن بنحبه وممكن كمان نضيف تاني جبن ريكوتا في النص مع الجبن الموزاريلا بس هو بصراحة الميكس ما بين الجبن الموزاريلا والبرميزان بيبقى حلوة جدا على الوش هنضيف باقي مقدار الماكارونة بالصالصة وبعد ما نفرده هنضيف على الوش طبقة تانية من الجبن الطبقة زي ما قلتلكوا او الصينية بتاعتنا مليانة جبنة على صالصة على لحمة بيبقى طعمها ممتاز هيعجبكم ان شاء الله قوي هندخل الصينية على فرن السابق التسخين على درجة حرارة 180 بتقعد تقريبا في الفرن 20 ل 25 دقيقة بعد المدة دي لو لسه اللون ما تحمرش بنشغل الشواية علشان تاخد اللون الحلو اللي انتوا شايفينه بس كده الماكارونة جاهزة اتمنى انها عجبتكم اشوفكم ان شاء الله على خير وسلام عليكم